موسيقى وفد سياسي من النواب البرلمانيين وممثلي أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة السياسية برئاسة العمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا أباسة واصولوا إلى مدينة مندور بهدف تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد بياسوندا جباري جليان رئيس الحزب من أجل الديمقراطية والاستقلال الشامل والنائب الثاني لرئيس جلسة الملتقى الوطني الشامل هزاو فور وصول الوفد فقد استقبلهم حاكم الإقليم مع محمد بشير شريف دوسع وبعد استراحة قليلة توجه الوفد السياسي الزائر إلى بيت الفقيد لتقديم واجب الأزاء حيث تحدث رئيس البعث محمد زين بدا أباسة نيابة عن زملائه أعضاء البعثة مقدما تأزيه الحارة لأسرة الفقيد مضيفا بأن بياسوندا جباري جليان يؤد أهد أهم الكوادر بالبلاد الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل التنمية وتقدم البلاد لا سيما في مجال الوحدة الوطنية ومكافحة العنف ونشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد هزاو نشير إلى أن الفقيد بياسوندا جباري جليان توفي في الثامن والعشرين من أبريل المنصر مع إسرى نوبة قلبية بعد رحلة تعليم شاقة بلغت ثلاث سنوات احتفلت كلية العلم الاقتصادية والإدارية فرع الجامعة الجمينة بتخريج الدفعة الأولى التي أطلق عليها دفعة صناع الأمل حفل التخريج الذي ترأسه نائب رئيس الجامعة الجمينة الدكتور طيب إدريس حلولو كان حاشدا بحضور أهالي وأقالب وأصدقاء الخرجين البالغ عددهم 16 خريجا وخرجة فاتحة كلمات الحفل كانت نلائي بعميد كلية الدكتور محمد بشر الكاتب الذي دع الخرجين بضرورة المواصلة والتصعيد في التحصيل العلمي لمواكبة العصر الذي نحن بصدده وتماشيا مع متطلبات الجمهورية الرابعة التي أطلقت حديثا أما كلمة الخرجين فقد جاءت على شكل توصيات أبرزها فتح قسم الماستر للكلية لتواصل الدفعات التي تتعاقب على الكلية المواصلة داخل الجامعة وقبل كلمة راعي الحفل عرف الخرجين قدر معلمهم فقدموا لهم شهادات شكر وعرفان على ما بذله لهم من جهد وعطاء أما مستشار رئيس الجمهورية في التعليم الدكتور حسين مسار فقد خاطب الخرجين بكلمات تحفيز وقال إن رئيس الجمهورية يعطي عناية خاصة لحملة الشهادات ذو التخصصات نادرة من الشباب خصوصا مع إطلاق مشروع الجمهورية الرابعة الذي بلا شكر كيزته الشباب هذا وعقب انتهاء الحفل وزعت الشهادات للخرجين وسط احتفالات عارمة مع ذويهم بمبادرة من جمعية الشباب من أجل التجديد والتقدم باقليم السلامات تم تدريب ثلاثين امرأة من التجمعات النسائية باقليم السلامات في فن الخياطة والتطرس وأن هذه الدورة تدخل في إطار مشروع مكافحة العنف الممارس ضد المرأة وكذا مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية منسق مشروع مكافحة العنف الممارس ضد المرأة محمد كوسو قال بأن الجمعية منذ تأسيسها في العام 1993 شرعت في تنفيذ العديد من المشاريع الإنمائية لصالح سكان السلامات مضيفا بأن هذه الدورة تسمح بفتح فرص العمل وتشغيل النساء المشاركات رئيس جمعية الشباب من أجل التجديد والتقدم باقليم السلامات من جهته تحدث عن الهدف من تنظيم هذه الدورة التدريبية يوم البروجي كوّلناه وجبناه وقلناه أني فورميه قوين يبقى لخيطه ده إشان بعدين بالخياطة ده المرأة تقر تأيش نفسه وتأيش إياله وتقر تدريسه وتألمه وبدأ الإيال لبعدين هما نبجوا وبشيروا بكاننا لعني هنا بعدين فوق إشان ده أنا شكرا لني دوري منكو ده إلا تصبروا أي بداية ده صعبة كل واحد هستسؤالها فورماسيون ده تصبروا والمهم ربنا يوفي الأمين العام لإقليم السلامات مختار أنجرباي تومبلباي أشهد بمبادرات وجهود هذه الجمعية الشبابية وما قدمته من خدمات إنسانية وإجتماعية من أجل دفع عجلة التنمية وتحقيق رفاهية لسكان الإقليم كما أكد وقوفه الدائم بجانب الجمعية لتنفيذ برامجها الإنمائية إنهم 24 شابا تتراوح أعمارهم ما بين الخامسة عشر والتاسعة عشر تم تقديمهم أمام الحاكم والعامة من قبل قوات الدرك الوطني هؤلاء الأطفال غرر بهم بعض التجار بحجة تسفيرهم إلى ليبيا للعمل هناك وذلك من غير موافقة أوليائه أمورهم هذه الحالات تكررت كثيرا في آتيا والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تنجح قوات الأمن والدفاع في إحضار أفراد الشبكة التي تقوم بإرسال الأطفال من آتيا إلى ليبيا اثنان من سائق دراجات الأجرة الكلانضمان تم إيقافهما على أساس أنهما متواطئان مع تلك الشبكة إلا أن رجال الأمن لم يتمكنوا من استغلال المعلومات التي أدلى بها الشابان للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين حاكم إقلم البطحة علي آدم عبد الله تأسف لهذه الظاهرة التي اعتبرها بمثابة سرقة أطفال من أجل بيعهم إلى الليبيين متوعدا من قاموا بالعملية بإيقافهم وزجهم في السجن وأخبر الحاكم بأنه إلى جانب هؤلاء الأطفال فإن هناك 52 شابا آخرين من إقلم البطحة تم إيقافهم في مدينة فيا وسينقلون إلى هنا في الأيام القادمة ودع الحاكم أولياء الأمور إلى التبليغ عن أماكن تواجد أفراد شبكة المخربين طالبا منهم التوقيع على تعهد بعدم التفرط في حياة أبنائهم قبل تسليمهم إليهم قام السيد النظيف الدجاليل رئيس السلطة المحلية راشد أمدقش بمركز إدار أبو دي الريفي مقاتعة أبو دي بإقليم السلامات بزيارة ميدانية إلى القرى والأرياف والمناطق التابعة لكانتون راشد أمدقش وذلك بهدف التعرف عن قرب لاحتياجات سكان أبو دي وقرية سرف الأزرق وتميرو وكذا توصيل رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بمخرجات الملتقى الوطني الشامل والجمهورية الرابعة وخلال لقائه مع سكان المناطق السالفة الذكر فقد استمع إلى متطلبات أهالي القرى والأرياف والمتمثلة في بناء المؤسسات التعليمية وتوفير المياه الصالحة للشرب إلى جانب بناء مراكز صحية لتلقي العلاج هزاو في رده على أسئلة ومتطلبات السكان فقد أشار رئيس الكنطون النظيف الدلجليل بأنه سيرفع جميع المتطلبات إلى الجهات المعنية لمراعاة ذلك كما تطر قاعدا إلى أهمية الجمهورية الرابعة في تعزيز سلطة الشيوق التقليديين رئيس الجمهورية فكر قال الشعب دا تيب سنين لا بد من إليه قدام الشعب ما يتأف هو بزيح المسألة ومشاكل دين يهاله ويهاله له يعني ما يكون لي يتعف فالحمد لله يعني سوه يعني أنا نقط كتيرة ما نبدو أن نؤدوها كلها ومنها خاصة أنا الشفريت الراديسونيل السلطات التقليدية كالكناتو شيف دي فيلاج عندكم القيمة من إليه قدام ونشيروا إلى أن هذه الجولة سمحت لرئيس الكنتون مناقشة جميع القضايا المتعلقة بتنمية العالم الريفية تهدف هذه الاتفاقية الموقع بين نقابة الوحدة للسائقين والنقالين الشاديين وخمس نقابات للسائقين بدولة الكاميرون تتمثل في النقابة العامة للنقل في منطقة السماك والنقابة الوطنية لسيارات النقل ونقابة حافلة النقل الكاميرونية إلى فتح شراكة بين سائقي الدولتين وكذا إنشاء أداة للحوار بين الجهاتين هدفها لرقصة الملفات المتعلقة بمشاكل الطرق التي يتعرض لها السائقين بالدولة تهدف من الجهاتين التجاد والكاميرون هنا مربوط جوي ما أنا لير صلى الله نανzamهم يومي يدفظونف الكاميرون من أن أكون العالمة Diهم سائل مرحبا لكن ل celebrاءهم تهدف الكاميرون وسائل تمامzilla أمين إنه بح RI في مملك الأمر فيذا السائقين اتفاقية اشاد بها ممثل وزارة البنية التحتية والطيران المدني والنقل عثمان مساجنة الذي طلب في خطابه الجهتين بتطبيق بنود هذه الاتفاقية مؤكدا دعم وزارته لهذه الاتفاقية وتطبيق بنودها على عرض الواقع تعزيز دور الزوايا التجانية لتوحيد الرؤى وحماية الثوابت الدينية والمكتسبات الوطنية هو شعار لهذا الملتقى العام لزوايا الطريقة التجانية مناسبة دينية شاملة لكنها صوفية تجانية بحتة نظمها المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد وذلك بهدف حس احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم من اجل التمسك بهذه الطريقة بمنهجها الموروس من الكتاب والسنع لذلك من كان قادريا تخلى عن قادريته ومن كان سنوسيا تخلى عن سنوسيته والكل اعتنق الطريقة التجانية طريقة العلم وطريقة العلماء الطريقة التي جاءت بالخير وجاءت بكل ما نمت ما تبعت به نحن هو من فضل السيدة احمد التجاني أيها الإخوة هذه الطريقة قدمت عبر علمائها ما من عالم في جات او امام او قوني او قاضي او سلطان او او وإلا هو تجاني الطريقة الإسلام في جات بعد دخول الطريقة التجانية اتخذ الطريقة التجانية مسلكا لنشره مداخلات عدة قدمها العارفون بهذه الطريقة جلها تحكي عن حب المصطفى صلى الله عليه وسلم رئيس المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية شاد ورئيس مشيخة الطريقة التجانية الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى حيث قدم كلمة ذكر فيها اهداف الطريقة التجانية واضاف بان اصحابها زو وحدة وترابط واوصاهم باكثر من ذلك من اجل وحدة المسلمين عامة وتجانيون على وجه خاص مؤكدا كونها طريقة صحيحة وشاملة المهندس فيصل حسين حسن ابكر قد عبر عن انطباعاته بهذه المناسبة الروحية مؤكدا انهم يبزلون قصار جهدهم من اي لدوامي هذا النشاط الديني كما اقتتم الحفل بكلمة الشيخ معاز حفيد الشيخ احمد التجاني والتي اوصى فيها جميع احباب الطريقة التجانية بالقناعة التامة والترك بعض الاشياء التي تعيب الطريقة كالادعاء وما شابهه من افعال لم يفعلها الشيخ احمد التجاني في حياته الشعوب لا تنسجم الا ما تراثها حقيقة سطرت عبر التاريخ ولكنها وجدت حظها في الحاضر المعاش عبر بوابة المحرجان الدولي لثقافة الموسي والمربا محرجان الكدومة الذي تجاوز الحدود ليشمل اكثر من دولة واحدة شاد والكاميرو نيجيريا جونوغايا محد حضارة الموسي كانت على معد مع التراث التاريخي للموسي والمربا فان غاب الاجداد فتواجد الاحفاد وباتت ريحة التاريخ بعبقها الماضي حاضرة فالحصيلة الكلي اكثر من سبعين رقصة تراثية تم اداؤها بكلمات امن بها الاجداد فحفظها الاحفاد موسيقى فبين ثقافة المناسبات الاجتماعية وصولا للمناسبات الحربية والمواسم المختلفة للحياة العامة اشه الحاضرون بالمحرجة موسيقى